الآباء والأمهات السلام عليكم ما يوجدون شيئا للدخول للمدرسي او ما في خباركم غير أنا؟ إذا لم يتبقوا ذلك السؤال الذي يطرحه اليوم الآباء والأمهات دير التلاميذ مع هذا الدخول المدرسي دير 2024 ما هذا العام؟ هناك شيء قراية او غير الخلاص؟ الجمعية للآباء وصف ما المدارس؟ فين يتسجلوا التلاميذ؟ ولادنا؟ او تقع بعضها تحصيل الرسوم؟ ما وزارة التربية الوطنية؟ فوتات المدارس للجمعية للآباء وخلت المؤسسات التعليمية تولي مصدر الوطنية بحل التعليم الخصوصي قد تمس دماء الآباء ما المنطقة تولي عملية تسجيل التلاميذ في المدارس للبلاد العمومية؟ ما ربوطة بآداء رسوم جمعية الآباء؟ ما سيكون أعطى لهذه الجمعية الحق لكي تفرض على الآباء والأمهات؟ هذا واجب الآن الخيارات تبزز ما هذا الشيء عنده شيء ساند قانوني؟ او لا؟ جمعية الآباء كتدير ما بغت؟ والتي هي العامر نائل وما كان لا وزارة ولا مديرية رقبة وما كان شيء مبرر معقول؟ يجعل الجمعية تجمع الأموال الصحيحة من جيوب المغاربة بطرق ملتوية وغير قانونية وما كان حتى رقبة أو تفتيش نحن اليوم في واحد اللحظة مهمة التي يجبنا نسول فيها نفسنا بجدية وما لمدارس العمومية؟ ولا مشاريع مربحة لجمعية الانتهازية؟ وما بعض المديرين والمديرات في البلاد؟ لا يوجد طرف مستفيد وكذلك عين ميكا؟ غير جاوبوني كيف الشيء جمعيات أو تتشكل من المسترزقين للعمل الجماعوي الذي كل هدفهم فاتل عيات؟ هو البحث على البال بأسهل طرق ما هذه الناس؟ سيلاعبون في دور حقيقي في تنمية التعليم في البلاد؟ ما هذه الممارسات؟ ستخدم مصلحة خمسات لمليون تلميذ؟ أو سنزيدون ونرى المدرسة المغربية غارقة في التسيب والتلاعو؟ من لي نرى الواقع لبعض المدارس في البلاد يأتي السؤال طبيعي جدا في مين تمشي هذا الفلوس لك الجمع؟ واحد تناوية معروفة في واحد المدينة مجاورة للعاصمة الريباط العام الذي يفتش جمعت الفلوس من حوالي ألف تلميذ ولكن للأسف ولدها مواحد تصرف في الإصلاح المؤسسة الحديقة الحديقة بقيت مهمة وحتى الصبغة بقيت عبارة على حلم الأحلام الجمعية جاءت شركة لتدير الإصلاح لكن قالت لها لا تمان اللي طلبت لنا غالي بزاف وشهد الجمعية أعبض الله مكلفة بالإصلاح؟ ولا التفاوض؟ المصيبة العظمة والكبيرة اللي هزين مسؤولية حماية المؤسسة الناس ديال حراسة الأمن الخاص تلاقعوا مع الناس ديال الجمعية وقالوا ليهم يا لاتها الله يتورينا في هذه الحاضقة نعطيكم شي يدريه ماشي وشهد شي ماشي يتنزع كريم شي ضحك وشهد الجمعية كتتخدم المؤسسة ولا كتتسرقها ولكن راح ماشي غير الفلوس والجمعية هي اللي كتشكل هات المشكلة الله ويصرها كاينة حتى الطريقة ديالهم في الفرض ديال الرسوم على الأباء وليت بحل فرض الضرائب ولدك غادي للمدرسة باش يتسجل كي يقول لي المدير ولا شي مسؤولة ما في العدارة أجي يا ولدي فين غادي خصتك تخلص الإنخيرات بعدها ولا هو والدي الجمعية الأباء ولكن السؤال اللي ما عمرني فهمته واش الإنخيرات إجباري في القانون واش كين شي قانون كيلزمك باش تخلص جمعيا اللي ما عمرك شفتي وانا وجاه واعد من الأباء دياله ولا غير في حكم العادة كي يبقوا ويفرضوا علينا هذا الشيء وكل شي سكت وضارب الطم فين نحن واش في شي سوق حرة ولا في شي ما زاد علاني كتلقى التلميذ جاي باش يقرأ ويتعلم ولكن مع أول خطوالي في باب المدرسة كيتلقاه كي يضرب ألف حساب وحساب الجمعية قبل ما يفكر في الجلوس على مقاعد الدراسة واش الهدف من هذه المدارس هو التعليم ولا غير باش يجمعوا الأموال بلا ساند قانوني وبلا من ساولوا وراسنا فين غادي هاتش واش كون يتحكم في هذه الجمعيات للأسف الشديد واش فعلا هات الجمعيات ديال الآباء فيها آباء بحالنا ولا كيتحكموا فيها ناس محترفين في القرمومة كي يجمعوا الأموال بحال يجمعوا النقاط في البطاقات ديال الولاء واش كون غادي تشجل في جمعية ما عمار بابها دارت ولا شيء مع واحد في السنة وما تعرفش واش الدراسة كنتمشي للقدام ولا كنتم ترجع للعور واش في بلادنا كل شيء يعمل بالعقلية اكحب الذي يريد أن يشرب وما خاصه يخلص الفاكتورة اليوم اخواني اخواتي كيتعلموا التلاميذ من اول يوم بأن المدرسة كنت تخلص فيها قبل ما تدخل تقرأ القراية المجانية العمومية وإلا الباب قدامك وذلك الفلوس الذي يجمعه يساليه العام وما كان لديه تقرير مالي ولا حتى ورقة تشعد في المشاة هذه اللعاقة بحال الله كانوا يضيعوها في الريح والذي يزيد يؤلم أكثر هو من الذين ترى المدرسة في حالة كاريتية والأساتي يتساءل ويقول خصنا الإصلاح ولكن لم يكن لدينا الفلوس كانوا يترى حتى أنت تتسول معهم وليس هناك في المشاة الملايين التي أجمعتهم وما كانون تظهر الخزينة للدولة أم لا يمكن أن تحضرها في مشاريع عملاقة في مجموعة فالأساتي وليس هناك لم يكن لدينا الصدمة الكبرى هي التي ترى المدر المؤسسة ومعاها هي تتعامل مع الجمعية ومعاها بحالة بانك لم يكن لدينا المدرسة وليس هناك حتى أنه لم يكن لدينا رأي الجمعية عند استقلالية مالية ولكن فين هي هذه الاستقلالية واش الاستقلالية كتعني الغموضة التام ولا الحرية المطلقة في التسيير بلا إسابة ولا مراقبة حقيقة الأمر أن بعض الجمعيات دين الأباء والتي اليوم بحلش ورم خبيت في الجسد التعليمي جمعيات فاقدان الشرف أو حس المسؤولية الهدف الوحيد دينها هو جمع الفلوس وتحويل المؤسسة إلى مزرعة خاصة بها كيف هل هذه الجمعيات التي تداعي بأنها تمثل الأباء وتستغل الجيوب وتركب على ظهور التلاميذ على المفروض اليوم إخواني أخواتي من هذه الجمعيات تكون شارك في التنمية المدرسة في دعم الجودة في محاربة لهذر المدرسة ولكن الحقيقة هي جمعيات تشوف في المؤسسة التعليمية كأرض خاصة لجني الأموال والأرباح بلا حسيب الأوراق ما سيحمي اليوم المدرسة المغربية والتلاميذ من هذه الجمعيات المتربسة بالجيوب الأباء وبالمستقبل ما سيوقف هذا النازف الذي يهدم ويخرب المدرسة من الداخل ما سيجاوز على هذه الأسئلة الصادمة وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديميات ولا المديريات ولا شكون ولا أنا إلى متى سيبقى هذا التلاعب بلا حسيب أو راقي والجمعية الأباء سيبقى هي التي تتعكم في كل شيء والمديرين دائرين عين ميكا ووزارة التربية الوطنية دينا بحال إلا ما في خبار هوا والسلاميذ اللي جايين باش يقرأوا غادي نبقى ضحية دينا هالجمعيات اليوم خاصنا نقول الحقيقة الكاملة جمعية الأباء في هذا الوضع راح ماشي شاريك في الإصلاح بل شاريك في التخريب هاتش خاصته يتغير الوزير الوزارة المصالح الخارجية كلهم الآن مطالبون بالتدخل العاجل والفوري وبتنقية المدارس من هذا الورب الخابيط اللي كيضرب مستقبل خمسة المليون تلميذ وحتى يتحقق هاتش غير ما علينا غير نتفعله بموسم دراسي أحسن من سابقه ولو أن الواقع كيقول العكس سماما محمد البودالي يحييكم وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل قضية جديدة مع محمد البودالي على قناة كلاس تي وي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة